وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سيد ديات السورجي بداية محمد بك في حصاد هذه ديلا يعني ما الجديد على مستوى الاتفاقات خلال زيارة وضي الاتحاد الوطني إلى العاصمة بغداد تفضل بداية تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام طبعا زيارة الوطن الاتحاد الوطني كردستان لبغداد كما تعلمون كان هناك اجتماع تشاور الوطني في قص الصلاة من رئاسة ومن إشرافة سيد دكتور برهم وشاركت فيها الجميع الأحزاب السياسية والكيانات والسلطات الثلاثة وهذه الاجتماع تباحت على بعض الأمور الأمنية والسياسية والإعلاقات والمسائل الأخرى كان الاجتماع إيجادي على مستوى العام لكن ما سمعنا وقررنا من بعض الوسائل الإعلامية وكذلك الشبكات الثلاثة الاجتماعي بأن هذا الاجتماع لها علاقة أو له علاقة بتشكيل حكومة أقليم كردستان أنا قريب المصدر للقرار وليس مع المشاركة في هذا الاجتماع لكن آرص بأنه لم يكن هناك شباحة حول تشكيل المصادر تتحدث عن نية الاتحاد الحصول على ربما ضمانات بشأن وزارة العدل خاصة بعد أن حصل الديمقراطية على حصة كما يقال حصة الأسد في مناصب الأقليم برأيك ماذا بشأن هذا الموضوع وهل لديكم أي خيارات أخرى في حول تم هذا الموضوع سيد غيرت هل تسمعوني؟ نعم أسمع يعني يبدو أن المصادر تتحدث عن نية الاتحاد الحصول على ضمانات بشأن وزارة العدل خاصة بعد أن حصل الديمقراطية على حصة الأسد كما يقال في مناصب الأقليم نعم تبع حد حالة المساكل بين الأحساب والكتلة السياسية عامة وليس بشكل خاص لكن مع هذا مشكلتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول حقيبة وزارة العدل وكذلك في محافظة من الكردستاني وبعض مشاكل أخرى طبعا قبل ما يذهبون وقت الاتحاد الوطن الكردستاني إلى بغداد بعثت الجعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني محافظة وعرضاني وسالة إلى اتحاد الوطن الكردستاني حول اجتماع طارق لحل حالة أو حكم المشاكل العالقة بيننا لكن تأجل هذا الاجتماع لأن وقت الاتحاد ورئاسة الديمقراطي الكردستاني ذهبوا إلى بغداد لكن ما عادنا عندي معلومات بأنه بداية الأسبوع المقبل أول قادم سوف تعقد جلسة بيننا وبين الهزب الديمقراطي الكردستاني لحل حالة المشاكل لكن بالنسبة الاجتماع التي جرى في بغداد لم يكن هناك أي تباحة بخصوص مسألة الكركوك أو غارة العدل بالعمومات طيب تحدثت حول موضوع كركوك سيد سورجي يعني تحدثت حول موضوع كركوك يعني ما الآلية أو الاختيار التي سيتم على أساسها اختيار محافظ لكركوك وكيف ستكون الاتفاقات مع الديمقراطي حول هذا الموضوع طبعا معظم من الأعضاء مجلس محافظة كركوك هما من الكركوك متوزع على اتحال الوطني كردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يعني الأغلبية فإذا أعضاء مجلس محافظة الكركوك التعبير من الحزب الديمقراطي الكردستاني كردستاني يتواصلون باجتماعاتهم ويصوتون على محافظة فلابد يكون المحافظة الكركية ومن حسب الاتحال الوطني كردستاني كما تعلمون أغلبية أصوات كركوكية من الاتحال الوطني كردستاني لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني مع 233 قاطعة اجتماعات منذ محافظة كركوك منذ مجلس القوات الاتحالية لمحافظة كركوك فهذه المشكلة عالقة بيننا لكن في قصال التي بعتها سيد مسعود البرزاني يدعى بأنه سوف يسأل حل حالة أو حسم هذا الموضوع وموضوع حقيبة وزارة العدل فأنا متفاعل إن شاء الله الاجتماع القادم سيكون حل حالة أو حسم جميع المشاكل والعالقة بيننا مصادر تحدثت عن قرار الإقليم بعدم تسليم واردات الدفط إلى بغداد ثم سرعان ما نفت حكومة الإقليم تلك الأنباء جملة وتفصيلة يعني ما المعلومات لديك حول هذا الموضوع خاصة وإن مصادر مختلفة أكدت قرار الإقليم حول نفيها لهذا المواضيع كل ما أنا سمعت ورأيت وشاهدت على وسائل الإعلامية بأنه حكومة الأقليم رفض بتسليم واردات وحصة النفط للمركز لكن اليوم سمعت من الأخ سفين بزيه ومتحدث عن حكومة أقليم كردستان رفض هذا المسألة ففي كل أحوال قال بأنه هناك بعض شروع حكومة أقليم كردستان ترجمة نانسي قنقر